أضحت الكمامة أحد الأدوات المساعدة في الوقاية من مخاطر عدوى فيروس كورونا فمنذ بداية الجائحة سعى البشر إلى ارتدائها لحماية أنفسهم من مخاطر الفيروس إلا أن الطباء حذروا من ارتدائها باستمرار وبطريقة غير صحيحة نظرا لما تسببه من خطر على صحة الإنسان بحيث ذكر البعض أنها تؤدي إلى ضعف التنفس كما أنها قد تترك أثرا على منطقة الوجه وينتج عنها أمراض جلدية مؤتية بحديث أكثر عن الكمامة وأدوات وأساليب استخدامها أرحب بضيفي في الأستوديو أستاذ المناعة والعدوى الدكتور همام عقيل أهلا بك يا دكتور همام مساء الخير مساء الورد حبيبي مساء الورد أستاذ أحمد وأستاذ المشاهدين حيئة كلا دكتور همام لما نتكلم عن الكمامة ولبسها لعشرات المرات هل لها تأثير على الجسم كما يتحدث البعض تأثير قوي وكبير بعيدا عن وقايتها من كورونا هل ممكن أيضا تسبب الإصابة بفيروسات وضعف في التنفس أول شيء لازم نحدد أي كمامة نتكلم عليها لأنه في الكمامة التي تستخدمها في المستشفيات فقط هذه ما هي المتداولة اللي بين الناس ولكن إذا تكلمنا على الكمامة الجراحية اللي تسمى الكمامة الجراحية والله معظم الناس تتكلم فيها فهذه طبعا تأثيرها على التنفس يكاد يكون معدوم يعني كتنفس ولكن في نفس الوقت طريقة حتى كحماية من الأمراض لها قولان ولها تفصيل في ذكرها بالنسبة للأمراض الجلية طبعا فيه ناس تتحسس من أي مكونات الكمامة لأن الكمامة لها مواد معينة تدخل في تصنيعها وطبعا هي لها غرض في التصنيع والغرض هذا عشان يتحقق لها طريقة استخدام فتكرار الكمامة أو لبسها بطريقة خاطئة أكيد قد يسبب بعض المشاكل ذكرت أن هناك قولان فيما يتعلق بتأثيرات الكمامة طيب إذا تكلمنا تحديدا عن الكمامة الجراحية هي صنعة لسبب صنعة هي لوقاية الشخص هي صنعة يستخدم مكان الجراحين في المقام الأول للحماية المريض اللي أمامهم أثناء الجراحة من أنه يطلع شيء من اللعاب وأثناء الكلام لو عطس لو شيء تمنع سوائل الشخص نفسه يستخدم في المطاعم مثلا لما تشوف عامل يحضر طعام ولابس الكمامة ولابس الكمامة عشان يحمي الطعام وليس عشان هو يحمى بأي شكل من الأشكال ينطبق هذا أيضا على الكمامة لا تحمي من الإصابة بالمرض هذا الكلام قلناه من أول الجائحة الكمامة تحمي من انتقال المرض من الشخص المصاب إلى غير المصاب فلبسها فقط لحماية الناس يعني لو الواحد لو أنا لا قدران الله مصاب ولابس الكمامة فنسبة انتقال الكورونا مني للحولي منخفضة جدا ولكن العكس غير صحيح لو أنا سليم وجنبي شخص مصاب بكورونا الكمامة لما هتعمل لأي شيء إطلاقا ليس طبعا طبعا هي حائل خليني أقول لك ما بين الفم والأنف ضد الأشياء الموجودة في الجو بشكل عام هذا طبعا أنا أتكلم في حال أنه تم لبسها واستخدامها بالطريقة الصحيحة وليس يعني زي ما بنشوف بالمجمع يعني مفهوم أنه الكمامة تحمي من كورونا غير صحيح لا هي تحمي من الكورونا ولكن تحمي من انتقال الكورونا من الشخص المصاب وليس تحمي من أخذ الكورونا من بره لأنه لأنه نتكلم هي كده عشان نصورها لحضرتها كل أستاذ المشاهدين على المستوى المجهري الكمامة الفتحة حقتها يعني في وحدة قياسة مايكرو ميتر أو جزء من الألف من الملي هذه المقاس حقها خمسين مايكرو حجم الفيروس حق كورونا فاصلة واحد مايكرو يعني تتكلم أنت يعني الفتحة خمسمائة ضعف حجم الفيروس ولو تكلمنا على يعني لا يمكن أن تقي طبعا طبعا يعني خمسمائة يعني أنت تتكلم على شخص واقف قدام مكان أكبر منه بخمسمائة مرة دخوله سهل جدا ولو تكلمنا على الفيروس بانتقاله في القطرات كمجموعة فهو الحجم اللي يتجاوز الخمسة مايكرو لسه أنت عندك تقريبا يعني أكثر من عشر ضعاف لا زالت الفتحة فهذه لا تقي لكن العكس الكمامة كيف تقي بالعكس الطبقة الداخلية للكمامة تمنع خروج السوائل بشكل كبير هذا اللي يخلي القطرات ما تطلع ولكن هذا لا يعني أيضا أن الكمامة تتلبس بالمقلوب خلاص يصير السوائل ما تدخل هي الكمامة نسيجها مصنعة باتجاه واحد بطريق واحد فالاجتهادات في الموضوع هذا غير صحيح طيب دكتور لما نتكلم عن نسبة الإصابات المنخفضة حاليا وارتباطها بالنسبة العالية لمتلقي اللقاح نشهد انخفاض كبير خلال الأسبوع والنصف الماضية وفي المقابل ارتفاع في تلقي اللقاح يعني بالنظر إلى هذين الرقمين متى نستطيع القول بأننا سننزع الكمامة الله نشوف هو لبس الكمامة في الوضع الحالي هو قرار سيادي يعني من الجهات المسؤولة أنا قد أتكلم في الموضوع من الناحية العلمية طبعا ما أعتقد في رأي المتواضع أن الشخص المحصن يعني يجب أن يلبس الكمامة يعني هذا ما له أي منطق لأنه زي ما ذكرت لك الكمامة تقي الشخص المصاب أنه يعد غيره فكوني أنا محصن نسبة أنه يجيني الإصابة أو العدوى يعني المرض إن شاء الله ما يجيني لكن نسبة أنه يجيني العدوى جدا 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 منخفضة وإذا كان كمان المجتمع اللي حولي كمان محصنين فنسبة أنه تطلع أني أكون حامل للعدوى وتطلع مني وتروح لواحد ثاني محصن ونصيبه بمرض تكاد تكون يعني معدومة يعني ممكن أن نشهد يعني تقليل في استخدام الكمامات خلال الفترة القادمة بنظري يعني من الجزء زي ما ذكرت لك هو قرار سيادي وكيد يعني الجهات المعنية لها اطلاع بتفاصيل أكثر من اللي أعرفها لكن من ناحية المية الشخص المحصن بجرعتين المفترض أنه يعني خلاص يعني ما يكون ملزم بيأخذك كما هي الفكرة أنه لما تتكلم أنت على مستوى دولة كاملة كيف من الصعب تعمل تحكم أنك تشوف مين أخذ جرعة مين أخذ جرعتين لو وقفت كل واحد تتأكد من توكلنا حقه يعني حيكون المسألة يعني حتسبب بعد يعني لعله القرار جاء أنه الكل إلى أن نصل يعني أحد معين وبعين يقف لبس الكمام ولكن أعطتك إياها علميا يعني كفائد وعدمها دكتور هل لقح لمرة واحدة كافرة تصدي لفيروس كورونا أم لابد من جرعة ثانية طبعا هذا إحنا نستند دائما في أخذ جرعة أو جرعتين على الأبحاث اللي صارت طبعا الجرعة أو الجرعتين طبعا تم تجربتها في التجارب السريرية الكلينيكية وثبت طبعا الجرعتين أفضل بكثير اليوم نحن بعيدا عن كورونا عندنا مثلا الكبدالوبائي بيتأخذ على ثلاثة جرعات منفصلة عشان يرفع مستوى المناعة للتصدي للمرض نفس الكلام كورونا اليوم يعني بشكل عام للناس جرعتين كافية جدا بالمتحورات الموجودة الأشخاص اللي يحتاجوا جرعة ثالثة هم الأشخاص اللي عندهم مشكلة في المناعة الأشخاص اللي عندهم قصور في تكوين ردة فعل مناعية مع اللقاح هذول اللي قد يحتاجوا جرعة ثالثة لضمان أن يتكون عندهم مناعة أما الأشخاص اللي مثل حضرتكم مثل يعتقد أنه جرعتين أكثر من كافية جميل إذن مثل ما قلت دكتور أن الجرعة الثالثة لن تكون لا لمن يحتاجون لها من أنا أقول لك من يحتاجها هذا من جديد قرار يعني ينزل لكن هو المنطق والصحيح علميا أنه ما يحتاجها غير الشخص فقط اللي عنده مشكلة في المناعة أما الأشخاص لصحتهم جيدة ما أعتقد أنهم يحتاجوا بأي حال من الأحوال دكتور فيما يتعلق بالكمامة قبل ما أختم حديثي معك وهي آخر نقطة هل هناك أشياء موجودة في السوق مثلا تختلف الكمامة الجراحية يختلف دوات تصنيعها من تيريكا إلى أخرى أمن هناك مواصفات مطبقة على جميع هذه الكمامة إذا كمامة جراحية فهي كمامة جراحية للجميع ما تحتاج يعني يعني فيه بتمر على مواصفات مقاييس وهي تغذاء دواء لفسحها فلازم تكون محققة لهذا لكن اللي يهمنا نذكره يعني من المهم أنه نفهم أنه الكمامة ما تتلبس طول اليوم ما تتلبس 24 ساعة الكمامة لما صنعت صنعت يعني هي عبارة عن زي الشبكة بتصيد كل شي موجود في الهواء جمعت لك كل شي سيء موجود في الكمامة طبعا سواء من غبار يعني ماكروبات بأحجام كبيرة جمعت لك إيها كون أنك أنت تلمس الكمامة بيدك من برا هذه مصيبة كون أنك أنت تفصخ الكمامة وترجع تلبسها مرة ثانية هذه مصيبة ثانية كون أنك تلمسها من الداخل كل خطوة من هذه الخطوات تستوجب تغيير الكمامة وغسيلة ليد وتعقيمها تشوفها في المطاعم تفصخ الكمامة حطها أكل بالعافي عليه ورجع لبسها ثاني هذه مصائب يعني تأتي اتباعا وإنت الآن الغرض من لبس الكمامة أنت بتسوي عكسه وانت بتسوي مصيبة لنفسك تجمعت المكروبات الموجودة في كل مكان وأهديتها لنفسك كده جاهزة فهذه مصيبة لازم ماذا طبعا غير ما حندخل في الفزعات وما عندي كمامة أخذ كمامتي هذه طبعا أنت بتدخل كده في بلاوي أكثر كورونا يعني يقف متفرجا يعني على المشهد اللي رأي بعض الأشخاص مثلا يلتزم بالبس الكمامة لفترات طويلة مثلا أربع ساعات خمس ساعات هل هناك ضرر ما يجب عليه مثلا أنه يغير كمامتي أو أنه يطلع في مكان مثلا إذا كان في مكان مقلق يطلع في مكان بدون كمامة إذا تسخت الكمامة أو تبللت يجب تغييرها فورا إذا تم نزعها يجب تغييرها فورا ونزعها لا يتم بلمسها بأي شكل من أي وجه وإذا تم لمسها يتم غسيل اليدين وتعقيمهم هذا مهم جدا جدا غير كذا أنت قاعد تجني على نفسك طبعا الواحد لما يكون لحاله طبعا ما يحتاج البس كمامة واحد يكون في سيارة وما يحتاج البس كمامة يعني بنشوف لأنه في بعض الأشخاص يعني أخذها كذا يعني هو فاهم أنه كمامة كمامة أنت لو قاعد لحالك في غرفة نومك لا تبس كمامة مهي هذا مو منطقي يعني فنعم لبس الكمامة إلى الآن هو قرار دولة يحترم ولكن إن شاء الله لعله في القريب العاجل أنه الناس اللي محصنة بجرعتين يعني يعفوا منها بإذن الله بإذن الله أشكرك أستاذ المناعة والعدوى دكتور همام عقيل شكرا لك شكرا لك أشكرا لك